ممكن تشبعت بقى تشبعت والظروف خلاص ممكن ما تمشيش زي ما انت عايز اه يعني خلاص بتسيب بصمة للناس تفتكرك بيها وتبدأ تفكر في امور تانية او مجال تاني تبدأ تبدأ فيها هل ولا انت شفت وفكرت ان فيه جيل جديد هيطلع ممكن اعد ولا ولا لا انا لازم اكمل لا خلاص انا عملت اللي علي وفي نفس الوقت انت راضي عن مشوارك كله اللي انت عملته مع النادي الاهل ومنتخب العسكري اه الحمد لله زي ما بقولك يا كبتل مصطفى دايما لعيب الكرة انت ممكن اه بدأت معتشات كتير ممكن اعدت وشاركت لكن دايما اللي بيترسم في بالي الناس اللحظات المؤسرة والمهمة اللي انت بتسيبها للناس سواء من بطولات سواء من اهداف عشان تفتكرك كويس انت بتقول للناس انا شكرا او هم يقولك شكرا اه فالحمد لله الواحد يعني او انا شخصيا راضي عن فترة انا عضيتها في النادي الاهلي كاملة سواء من النشيين واول لحظة دخلت في النادي الاهلي اللحظة اللي انا يعني بطلت فيها فبشكر كل الناس فيها طبعا واتنين وعشرين بطولة الحمد لله يعني انا من الناس زمن قليل طبعا يعني انا محظوظ ان انا جيت برضو مع جيل يعني كلنا مع بعض قدرنا نرسم يعني كان دايما بيتدرب المسأل بالجيل زهبي جيل السبعينات والتاملات في النادي الاهلي اه 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 اتوا جيت وكملتوا بقى فاحنا جينا كملنا الناس اش عاوز الكنان جيل العظيم تاعة كابتن صف عبدو كابتن محمود الخطيب كابتن زيزو كابتن اكرامي جيل العظيم ده فاحنا بدأنا نرسم يعني فرحة للناس ترجع البسبة تاني للجماهير طيب امتى اللعب ياخد قرار اعتزاله لما حس خلاص ان ممكن يعني مش هيقدر يدي اكتر مادة قبل كتب طيب انت لما اعتزلت ودي حاجة لازم نقولها برضو للرأي العام كان ايام جوزية اه مش كده لما قالوا جوزية لك انا خلاص قسامة مش هيقدر يكمل معايا كده وكان الكابتن الخطيب عضو مجلس عضو لجنة الكورة لجنة الكورة اه في النادي الاهلي ما تدخلش خالص ومن وضعهم سأل لك مصطح النادي فيه كل شيء اللي هيقول عليه المدرب هو ده اللي همشي عليه ما زعلتش من الكابتن الخطيب شوية انه موقفش معك في الاول زعلت مش عشان مشيت زعلت علشان طبعا فهمت بعد كده طبعا نادي الاهلي انت كل واحد واخد صلاحياته دير فني انت بتشتغل لجنة الكورة ايه بس اقول لي انت زعلت ليه ما انا هقول لي حضرتك زعلت ان القرار كان عند لجنة الكورة من فترة وعارفين بيه واجلوه اجلوه انه يقولولي من فترة هل بكسوفين يقولولك اولا يعني على التنهاردة شوف انت الدارس النهاردة لما يبكى كابت الخطيب عضو لجنة الكورة اه لجنة الاهلي وعنده كرار وعارفه فمن الطبيعي انه هيقول لي اوسيما انت هتمش انت متجاوز بقى بانت الكابتن الخطيب اه فده الفصل بقى اه طبيعي انه هيقول لك انت هتمشي خلاص شوف لك بقى نادي او يعني شوف امورك اه فالنهاردة حتى القرار الداخلي في لجنة الكورة برضو تم التكتم عليه دي خلي بالك انا ممكن زعلته هتالك لكن بعد كده فهمك عرفت بقى قيمة الاهلي طبعا طبعا فيه زي مدير فني بياخد قراره انت كلعيب موجود المسؤول فهو ده يعني منظومة ونجاح النادي الاهلي على مدار سنين يعني يعني انت مازالتش من الكابتن الخطيب لا لا طبع في لحظتها ممكن زعلته شوف لكن بعد كده اه بعد كده ما فكرش يقولت بقى لازم اتحدى زي بعض اللاعبين التانين عملوا وقال لك انا 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 قادر هدي وهمشي من النادي اروح رفعي حتة تاني يعني روحت لعبت سنة في مصر مقصة اه وبعد كده يعني خلاص اعتزلت وما استمرتش يعني طيب وانت بتعتزل اه احيانا كده بيجي الانسان كده في مشوارك زي ما كلنا مرنا اقالي للكلام ده اه وانت بتعتزل وفكرت بتعتزل ما فكرتش انت هتاخد سكتك في ايه بعض الناس قولك ايه انا هطلع مدرب هطلع اداري هطلع بتاع اعلام هطلع مدير فني هطلع عشتها شغل خاص انت وانت بتعتزل فكرت في ايه بامانة ما انت بتعتزلت عندك مجال التدريب ومجال الادارة العمل الاداري ده لقرب حاجة بالنسبة لتفكيرك في الزمن ده اه اه المجال التدريب مشيت فيه فترة خدت اللي وقتها وانا بلعب كنت باخد الدراسات بتاعت الرخص والشهادات اهلت نفسك وانت اه الرخص الافريقية كلها اه اخدتها كلها معك كم دراسة من ال يعني بتخدت الحاجات معدل ايه يعني خدت الاساسية وخدت السي خدت البي ال ايه دي تبقى اخر حاجة يعني اه فخدت الشهادات ناو تاخدها اه ورحت بعد كده علشان انمي او اكبر الموضوع بتاع الرخص والشهادات رحت عملت معاشة في نادي باير ميونيك سافرت سافرت اه حتى لما بعدت لهم اه طبعا بعدت لهم السي في باللعب في النادي الاهلي والبطولات والبتاع شافوا السي في الناس نك على طول يعني رحبوا جدا لما شافوا السي في ناك وكدت هناك خمستاشر يوم يا كابت المصطفى قعدتهم هناك جوه النادي بقى مع النجوم مع النجوم تعايش بتاكل وتشرب معاهم وشاف تمرينهم وشاف حياتهم ومغراتهم وكلام ده واسما يعني فترة التعايش دي بتبقى انت كراجل موجود بتحب التدريب بتستفاد منها اوي اه ودي اللي احنا قلنا كنا بننادي بيها ان انتحاد الكهرة المفروض يبعث المدربين او المدير الفني الصغيرين اللي هم طالعين لسه وكان بيعملها وزارة الشباب والرياضة قبل كده ايام الدكتور عبنية معمارة كنا بيبعثوا الناس فترة تعايش برا للاندية الكبيرة عشان يشوف ايه الجديد في مجال كهرة القدم انت استفادت منها جدا ايه اللي انت شوفته فيها وفي ازانك لحد الوقت الاول انا كنت رايح على معايشة مع الفريل الاول الفريل الاول انت بتبعت لهم اه لما بعت السي في وخاطبتهم والناس رحبت وحددولي فترة ان انا يعني اروح هناك وقدت موجود جوه التمرين انا الوحدي فترة اعداد ولا ايام المباريات كانت بعد فترة الاعداد اه في بداية الموسم كان عندهم سوبر الماني هناك اه عندهم مباريات بداية السيزن يعني اه بداية السيزن كويس فكنت موجود جوه التدريب انا الوحدي فانا ااخد اجندة وقلم وبسجل كل حاجة بالالماني ولا بالمصر بالمصر وكان اه دول نجوم باير ميونيخ وقتها وكان معايا المتواصل على طول مدرب حراس المر ما هناك في باير ميونيخ بالانجليزي بتواصل معادي ايما اه في اي شي انا عايز ده المهاجن طبعا مرشلونا دلوقتي اي بيفاند فوسك دلوقتي كان بلعب في باير ميونيخ ف الدريج ازا هو كمان اه اه ففي الفترة دي تعلمت حاجات كتيرة كنتم صرفها في التدريب وشفت الاساليب العلمية وازاي هناك الامور المناخ نفسه اللي بي بي الملاعب الاجواء منتهى القوة شايف نجوم العالم وهي بتتمرن منتهى الجدية في التدريبات لما شفت الكلام ده كان عندهم بقى مباراة هيسفروا تلات اربع تيام اه في الكاس هناك فطلبت ان انا اروح قطاع الناشئين قطاع الناشئين عندهم هناك تشوف ايه اللي بيقصر عاملينه في مكان الاول في النادي اه عملوا مكان مخصص لقطاع الناشئين بقى اه مساحة كبيرة بملاعب حوالي 14-15 ملاعب اه احدث الادويات احدث الاجهزة استاد للناشئين بس للمباريات فقلت اروح اشوف الاجواء هناك عايز استفيد من كل الاسبوعين لان احلى بتاعتك انت روحتها عايز تطلع بحاجة فشوفت حاجة هناك صراحة لا الدنيا هناك ما شاء الله يعني طيب لو قلتلك لو رجع بيك الزمان مرة تانية بنديك العمر والساحة يعني ترجع تاني لنادي القلي اه طبعا فيش تربط لا تاني لنادي القلي انت اش نعبدك تفكر طيب بعد ما روحت عملت عملت تعايش وشوفت قدامك كل الاساليف الحديثة في عالم تدريب كورة القدر سؤال الفريق الاول او الفريق التاني اه انت دخلت التدريب فترة اشتغلت فترة اشتغلت فترة وما كملتش في ليه اه كانت بيتيجي لي عروض يعني يعني الاول الاول ما ابتديت ابتديت في مع كبت محمد يوسف في التدريب كنت مساعد معاه اشتغلت فترة مع كبت محمد الصدق في منتخب مصر اشتغلت فترة في الناشئين او فريق الشباب في النادي الاهلي بعد كده رحت المجال الاعلام كان هنا في قناة الاهلي كان عن طريق دكتور الله يرحمه دكتور خالد توحيد رئيس قناة الاهلي الله يرحمه يا حسيني يعني انت قررت خلاص بقى هتبعد عن التدريب وهخش في الاعلام خل بالك هي كل الامور مرتبطة ببعض مش عاوزة كلام سواء ادارة سواء تدريب سواء اعلام ما انت كل الامور لازم تبقى متطلع عليها وكل ما كن انت مارست فترة طويلة طبعا كل ما دي بقى خبرات ديك حتى في الاعلام اه فحتى لما دكتور خالد توحيد عرض علي قال لي انا بفكر عايز اعمل برنامج اه اشبال في قناة الاهلي وهو حتى اللي سماه الاشبال برنامج الاشبال مع مع الستاذ محمود شوي رئيس التحرير عندنا حمود دي شخصية جميلة كمان قال لي انا يعني شايفك انك انت افضل واحدة تقدم الحتة دي وتبقى يعني زي مثل او قدوة للعبين الصغيرين طيب هل انت عشان قعدت فترة طويلة في الناشئين بتلعب تدريجيا لحد ما طلعت الفريق الاول فدي مراحل بتعد عليها فعاوزيني الخبرة دي للشباب طبع كل مرحلة كنت متوجد فيها في النادي الاهلي اكيد استفدت من الخبرات فيها سواء انت في قطاع الناشئين خلت اول يوم من النادي الاهلي عن طريق الاختبارات وبتشوف امال وطموحات الولد الصغير اللي رسم النادي الاهلي قدامه فانت عايش الحلم وعايش التجربة بتاعت الناشئين وانت بتلاعب في ناشئين النادي الاهلي او منتخبات الناشئين فلما جت للفكرة طبعا كنت الاول ما كنتش موافق متاخد منها الاول اه دكتور خالد فضل مصر وطوارنا بقى الفكرة بدأنا نعمل استادي الاشبال ونزيع المباريات على الهوى ونعمل استودي تحليلي وفقرة حكمية وبدأنا نعمل من المنتج ده نعمله يعني ذو قيمة واهمية اكيد تبتزعب بالشاب صغير قد كده تعاود الناشئين على التجربة لما يطلع وهو كبير بدل ما يعيش التجربة لسه وهو 18 سنة اول مرة المباراة تزاعت لا ده انا عيشت التجربة دي والمباراة تزاعت كذا مرة وعيشت الاجواء دي فانا ما عنديش الرهبة بتاعت الدرجة الاولى طيب انت شاف ان النادي الاهلي في حتة الناشئين دي بالذات عشان برضو الناس متخداش بفكر غلط حتة الناشئين النادي الاهلي نجح ان بيطلع ناشئين حد هذه اللحظة للدرجة الاولى ولا دي لسه محتاجة شغل تاني ده الاهلي بيقطاع ناشئينه على مدار تاريخه مش النهار ده بس قطاع الناشئين على مدار تاريخه يعني بيطلع للنادي الاهلي وكل الانديك ناصر وكل الانتخبات ودينا على كده بالأرقام أسوفي السنة دي الأهلي قطاع ناشئين وأتلاقي يطلع منه كريمة دبيس باكليفت زعلوك المهاجم مصطفى شبير معتز محمد المساك دي كلهم ناشئين حمزة علاء حارس المرمة محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم ووافر ناشئين وأحمد عبد المنعم كنا بينزيع مباريات على هوا وهما ولاد صغيرين كان بلعب فرود لا كان بلعب مهاجم وبعد كده كابتن يسر رجب في الناشئين غير مركزه من مهاجم لمدافع وإحنا بنزيع الموطشات وهو لسه ولد صغير نفس الأسلوب نفس الطريق في الكرات الركنيات الكرة العرضية اللي بيطلع في الناشئين كمميز فيها فلما جاب الجول بتاع الوداد في نهاية أفريقيا تجابين له جول زيه على طول كتير معنا في الناشئين هو نفس اللعبة دي وإحنا بنزيع الموطشات مميز فيها يطلع تتعامل الكرة بيعملها بدماجه يجيبها يقول فده الطبيعي بتاعه حتى الكولر أحيانا في بعض الماتشات الأخيرة دي لما بيكوننا عملية مع أصلا جماعة بمطلعه رأس حربة لأنه عنده الحسة دي بتاعته كرته حلو يعني أنت ما بتفكرش ترجع التدريب تاني في الوقت الحالي يعني لا موجود في الإعلام موجود في الإعلام بنعمل برنامج الأشبال مستمتن أنت بتنفسنا بقى أنه ليه أنت بتنفسنا فينا لا إزاي بقى يا كبت لا إزاي ربنا وفاك أحنا نعلم منك يا كبت المصطفى طالما أنت اتجهت الإعلام أنت شاف الإعلام الرياضي رايح فين الإعلام الرياضي رايح لفين طول ما الهوى مفتوح ممكن أي حد يقول كلمة من غير ما يتحاسب ده خطر ده مؤشر خطر نعم بمعنى النهاردة طول ما أنت بتطلع على الشاشة وعارف أن في ملايين بيتبعوك فأنت لازم الكلمة تتقال بإحساب بيزام من دهب طبعا أن الكلمة بيسمعها الولد الصغير الكبير تدخل البيوت فلازم يبقى فيه رقيب على يا أنت شاف العملية ماشية كده دي أهم نقطة خلي بالك إحنا في فترة من الفترات عملنا برنامج رد الجميل آه كان في رمضان لرموز الرياضة المصرية كان حاجة جميلة في صراحة في أهلي في الزمالك بس أنت ما استضافتنيش فيها أسان أنت صاحب بيتك ربنا أخليك حاجة صاحب بيت والله ربنا أكرمك يا حبيبي فصلتنا تضع على الأهلي والزمالك والإسماعيلي جيبت كل نجوم مصر كلها والترسانة والمحلة والمقاولين والأولمبي والالتحاد السكندر كل النجوم والمينيا كان الهدف وقتها وقت ما كانت الصورة ضبابية وقت ما كان الناس افتكرت أن الرياضة مفاش أخلاق تعصم تعصم إيه ده ده احنا بنشوف الكابتن حسن شحاتة بنشوف الكابتن شام يكن بنشوف الكابتن علي خليل كابتن محمود الخواجة كابتن علاء نبيل في المولين كابتن مصطفى رياض كابتن مصطفى رياض نجوم الزمن الجميلة بييجوا دخلات لا احنا ما عدنش الكلاكي عدية طب ولأ وهنا كمان في برنامج المجري ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ولأ وبييجوا في رمضان في النادي الأهلي بيستضفوا من كابتن محمود الخطيب بيفتروا وهي وهي دي الروح ده اللي احنا حبينا نوصله من خلال البرنامج ده مين اللي بيعجبك في التعليق على المباريات يعني دلوقتي ممكن نقول كابتن ايمن الكاشف معالين ان انا بقى احب اسمعهم كواليني وفيه برضو معلق موهوب بعيد عن الساحة يعني محمد عفيفي المعلقين لنا يعني بمبسوط بيهم لما بس مع صوت حس انه محايد مهم جدا المعالق يبقى محايد ويدى الفريق حقه طيب يعني انت راضي من جواك بعملك الاعلامي ومبسوط فيه اه الحمد لله حاول يعني ان احنا بنقدم لو رسالة بسيطة للنشئين يعني انا معانا تأريد لواحد حبيبك اوي اشتغل معاك فترة كويسة اوي فيه وربنا يكمل شفاء على خير يا رب استاذ محمود شاوي الشخصات الجميلة انا بعد الغزل اوي واشتغل معانا شوية في البرنامج فكون عايزين يكمل معانا فقال لي لا انا ما قادرش يسيب الكابتر بسيطة لله بل اتنين لا انا بقوله على الهوى يعني طبعا لا 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 انا باتحكي يا رجل مصطفى ليه الافضلية طبعا لا يا حبيبي لا احنا هنا احنا كلنا بنشتغل عشان ننجح خناة النادي لان احنا النادي الاهلي بيكبرنا